اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان سبب في تفوقي في الرياضة وانا في ابتدائي كنت دايما ناخد الدرجة النهائية في التربية الرياضية كان كشكول الرياضة مزين بصور كتير لنجوم النادي الاهلي في هذه الفترة وتحتها كده تحت كل صورة تعليق وكمل انجازات اللي حققها هذا النجم الكبير فلما مدرس التربية الرياضية بيشوف هذا الكشكول كان بيبهر جدا بالله انا عامله والله انا عامله ده حب في النادي الاهلي فكنت باخد الدرجة النهائية على طول كمان ذكريات جميلة جدا لما كنت بروح النادي الاهلي واتفرج على تدريب الفريق احنا قبل كده قبل التلفزيون كان الواحد بيسمع فيه الإزاعة وكان المزيع المعلق الرياضي بيقسم الملعب لمربعات المربع رقم واحد لمربع رقم اثنين عشان كده تحريص ان انا اروح اشوف اللعيبة دم ولحمه وهم بيتحركوا كلهم في الملعب وتخيل المربعات اللي بيرسمها المعلق الرياضي وكنت بشوف ما وراء المباراة في التدريب وحس المباراة اللي جاية هيبقى شكلها ايه زيارتي المتعددة للنادي الاهلي وكل يوم الاقي فيه حاجة جديدة واحب اشوف جدرانه والجناين اللي فيه ده زاد عشقي للنادي الاهلي الحقيقة الشرف الكبير التاني ان انا هتكلم عن تاريخ تاريخ نادي عريق وتاريخ النادي الاهلي العريق مرتبط بتاريخ مصر منذ بداية القرن العشرين ده شرف كبير جدا ان اتكلم عن مصر عشان كده البرنامج ده مش بيهم جمهور الاهلي بس لكن بيهم جمهور مصر كلها الحقيقة سبب اخر هو الجمهور العريد لنادي الاهلي في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيان الجمهور اللي انا واحد منها ودايما احنا كجمهور عاشق للاهلي كنا دايما نغص القدية للبطولة للانتصارات ولما بنخسر ما كناش بنقع ابدا كانت بتبقى عبارة عن استراحة محارج وكنا بنفكر لكثرنا وازاي نرجع تاني للانتصارات وعمرنا معلقنا خسارتنا علشان معد كيرن أبدا كنا دايما بنفكر في اسباب الخسارة في نفسنا بنقول احنا السبب يعني احيانا كان ممكن حد يقول اه لا السبب الحكم الفلاني او الاعلانة ده بيحصل صحيح لكن بنفوق بسرعة وبنبدأ نحاسب نفسنا طول تاريخ النادي الاهلي كده بنرجع نفسنا قبل ما نرمي اسباب خسارتنا على اي حد علشان كده بنرجع بسرعة للانتصار والفخر ادارات النادي عبر تاريخه عودتنا على كده وعودت الفرق الرياضية على كده ممكن نتظلم وممكن ما نكونش احنا السبب في الخسارة لكن بمزيد من الجهد والعرق والروح مؤكد هننتصر على اي سبب للخسارة الحالة دي اكيد ما جاتش من الفراغ اكيد دي تراكمات سنين طويلة وانتقلت من جيل لجيل جيل المؤسسين العظماء اللي حطوا الاساس اساس في البناء اساس في التربية القيم المصل المبادئ وما فكرش حد في يوم انه يحيد عن كل ده واللي بيخرج مستحيل انه يكمل او يكون موجود الا لو عاد للطريق المرسوم دي كلها حاجات ما تنقلتش بس من المؤسسين للجوم بعضهم من العظماء اللي تولوا قدارة النادي لا دي تنقلت كمال للجمهور اللي عيش النادي اتعلم هو كمان ان المبادئ قبل البطولة والاخلاق فوق الانتصارات وان النظام هو اللي بيصنع الامجاد المؤسسين للنادي وكل مجالس الادارة اللي مروا على النادي اشتغلوا من اكله مفيش حد تولى مسئولية في النادي إلا لو كانت مصلحة النادي فوق مصلحة الشخصية قد من غير ما يفكر في مقادر العطاء كان الهدف الرئيسي لأي حد شغل منصب في النادي الاهل حب النادي كان دايما هو الدافع للعطاء الاهل فوق الجميع ما كانتش مجرد شعار رفعه صالح سليم لا ده شعار النادي من زمان عبر تاريخه قبل ما يعلنه صالح سليم شعار معناه إن مصلحة النادي فوق مصلحة جميع مع أبناء بدايتي وتاريخ دا في سنين كل دا ولسا في أفطر منك دا سنين وابنيا أهلي أتأمل كمان فظهر بطير من زمان معي جميع لما بشوف النادي النهاردة وأقرنه بأول مرة دخلته حلاقي حاجات كتيرة أو اتغيرت النادي كله اتغير تقريبا من يوم ما دخلته أول مرة زمان كل واحد تولى المسئولية عمل إضافة كل حاجة تبنت وراها حكاية وناس مخلصة اللي تطور ملعب التتش واللي تبرع لبناء صالة راتب واللي بنت مسجد النادي طب إيه حكاية شجرة الخالدين إيه حكاية بناء حمام السباحة والمبنى الاجتماعي والمبنى الإداري إمتى اتبنت صالة الكراكو وصلت الشهداء وصلت الأمير عبدالله الفصل إمتى الأهل فكر في بناء مقرات تانية مقر مدينة نصر مقر الشيكزايد وكمان مقر التجمع اللي قرب افتتاحه خلاص مش بس كده الأهل افتتح فرع في الأقصر عاصمة أثار العالم ولما تشوف دولاب الكؤوس بتشعر بفخر كبير أولا تاريخ طويل من البطولات والإنجازات يا تارى إيه أول بطولة فاز بها النادي الأهل وإزاي قدر يقتحم القرى الأفريقية ويصبح نادي القرن أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية مش بس كده إزاي قدر يدخل عالمية كمان وقبل كل ده ليه الأهلي قالوا عنه أبو النوادي نادي الوطنية نادي القرن وإزاي الأهلي صنع شعبيته الكبيرة دي مثالي مهم جدا إن أنا نعرف الأهلي اتأسس زي والفكرة جات مني كل ما كان في النادي له حكاية مهم إن أنا نعرفها مهم كل أهلاوي يعرف تاريخ ناديه مهم نعرف المؤسسين العظماء ورؤساء النادي ورموزه ونجومه عبر تاريخه الناس اللي صلعت تاريخ نادينا الكبير مهم نعرف إزاي يوصل الأهلي للمكانة دي ومحتاجين كلنا نعرف تاريخ الأهلي من واقع الأوراق الرسمية محتاجين نعرف تاريخنا مش من حكايات متدولة لا من مطبخ صنع القرار محاضر مجلس الإدارة فيها تاريخ نادينا تاريخ لازم يقراه كل اللي بيحبه وبيعشق هذا الكيان العظيم تاريخ لازم نقراه مرات ومرات المحاضر دي فيها سر الناشئة فيها سر الأهلي فيها تاريخه من هنا نبدأ حكاية النادي الأهلي من واقع الأوراق الرسمية أوراق كتب أول حرف فيها محمد فاند شريف أول موظف في تاريخ النادي الأهلي ولازم نفتكر الاسم ده كويس وعندما تتحدث عن النادي الأهلي عليك أن تنتبه فأنت في حضرة تاريخ المجل الحكاية بدأت مساء يوم الاثنين 8 إبريل سنة 1907 ناس كتير هتستجرب من التاريخ ده هو مش تاريخ تأسيس النادي الأهلي يوم 24 إبريل أيها بالصبت كده تاريخ تأسيس الأهلي هو يوم أول جلسة رسمية لللجنة العليا للنادي الأهلي كان يوم الأربعاء 24 إبريل سنة 1907 أما ليه حكاية يوم الـ 2-8 إبريل دي في اليوم ده رجع عمر بيك رطفي من صهرة أسبوعية مع مجموعة من أصدقائه كانوا دايماً بيتقابلوا في مكان في وسن البلد ونادى على شاب بيشتغل معاه في مكتب المحامات بتاعه كان محامي حديث التقرم ونادهله يا محمد أفندي فيه مشروع كبير عايزك معانا فيه رد محمد أفندي شريف مشروع إيه عمر بيه عمر بيك رطفي قال له نادي رياضي مصر يا محمد أفندي الآن ديها في مصر كلها ملك الأجانب إيش إنجليز وطلينة وجريك مصر محتاجة نادي مصري يحتضن طلبة المدارس العليا بعد التخرق محمد أفندي شريف استغرب وقال لكن يا عمر بيه حضرتك شايف نادي المدارس العليا ومعاناته والحرب اللي الإنجليز عاملينها عليه وكل الشوية يدخلوا للتفتيش وشايف مشاكله الكتير وحضرتك بتحمل كل ده لغرضه النبيل تفتكر الإنجليز حيسبونا نعمل نادي رياضي للطلبة لكن عمر بلوت فيه رد بسرعة وقال له يا محمد أفندي ده قدرنا وده قدر كل فكرة لو استسلمنا ويأسنا ما كناش عملنا أي حاجة وزي ما قال مصطفى كامل لا يأسة معها الحياة ولا حياتة مع اليأس لازم يكون في نادي لأهلنا نادي من المصريين للمصريين يا محمد أفندي كل مشروع عظيم بيبدأ بفكرة وكل فكرة بتقبلها عقبات ولو كل صاحب فكرة استسلم للعقبات دي ما كانش العالم تغير لازم تؤمن بفكرتك وتصر عليها الإنجليز مش عايسبونا نعمل حاجة للوطن وحيحربوا أي فكرة تتبنى مشروع وطني عايزين كل حاجة تبقى ملكهم بتاعتهم وإحنا نفضل أسرى ليهم يا محمد أفندي شوف البلد حالها إزاي رؤوس الأموال الأجنبية مالة البلد احتلال اقتصادي أخطر من الاحتلال العسكري كان محمد أفندي الشريف بيسمع كلام عمر بيه وهو بيفكر فحل مصر فعلا كل حاجة بقت تحت سيطرة الأجنب ليه ما يكونش لينا مشارعنا ليه ما يكونش لينا نادي مصر عمر بيكروت في كم الكلامه لمحمد أفندي شريف محمد أفندي النهاردة في جلسة الأسبوعية مع الأصدقاء عرضت فكرة من زمان بفكر فيها نادي رياضي مصري يأسسه الوطني كلهم بيشتغلوا في مجالات كتير غرضها تمصير المشاريع وبناء اقتصاد وطني وتعليم مصري وصناعة مصرية والنادي جزء من المشروع الوطني عرضت فكرتي في حضور إسماعين سري باشا وعبدالخالق صروت بك كان قاميها بك قبل ما يبقى باشا بعد كده وإدريس راغب بك وعمر سلطان بك وكمان مستر ميتشل أنس وإحنا قاعدين جلنا محمد محمود بك وأمين سامي باشا وعزيز عزة باشا عرضت الفكرة والحياء أنا كنت قلقان شوية ده عمر بك هو اللي بيقول انت عارف كل واحد فيهم بيشتغل في مشاريع عظيمة من أجل البلد وقلت فنفسي أكيد حيقوله أجل الموضوع ده شوية لكن فجؤوني بترحب كبير جدا بالفكرة أكبر مما كنت أتصور وكلمت حسين رشدي بك ووافق يكون معنا والتفت عمر بيه لطفي وقال لي محمد أفندي شريف بجدية بلغة إيه رأيك؟ حتشتغل معنا أنا شايف إنك أحسن واحد يقدر ينظم العمل من يوم ما جيت المكتب وانت منظم ودقوب ومحافظ على الموعيد وما بتنساش حاجة أبدا وكل حاجة بتسجلها رد عليه محمد أفندي شريف وقال له معاكم طبعا يا عمر بيه عمر بيه كان مرتب جدا ومواعيده مقدسة قال له خلاص يا محمد أفندي يوم الأربع 24 إبريل أول جلسة رسمية حتكون في منزل مستر ميتشيل أنس حكتب لك العنوان لازم تكون موجود قبل الساعة خمسة ونص بعد الدور محمد أفندي شريف بيسمع عمر بيه لطفي ودمجه مليانة تساؤلات واستفسارات ومندهش جدا إزاي حنعمل نادر المصريين وأول اجتماع يكون في منزل راجل إنجليزي فرد عليه بيستغربه وقال له منزل ميتشيل أنس فابتسم عمر بيه لطفي وقال له أيوة ميتشيل أنس مش الإنجليز بيضيقونا في نادي المدارس العليا يبقى خلاص ميتشيل أنس لازم يكون موجود في النادي الجديد في وجوده كل شيء حيكون سهل ومتاح خصوصا إن علاقته بينا جيدة وبيحب المشروعات الاجتماعية وبيدعمها يا محمد أفندي من النهاردة اعتبر نفسك استلامت العمل في النادي الجديد من اليوم ده بدأ النادي بأهل كبير أوي من اليوم ده بدأ النظام المؤسسي عمل بنظام وبدون ترك أي شيء للصدفة قرار تعيين محمد أفندي شريف سكرتير لللجنة العليا للنادي الأهلي نقدر نقول إنه هو اللي حفظ تاريخ النادي الأهلي وحفظ محضره وحفظ أوراقه لأنه لما تبدأ تشتغل من أول يوم ويكون فيه مسؤول عن العمل الإداري للنادي بتبقى دي أول خطوة في النظام المؤسسي لأي مكان وهكذا بدأ النادي وقبل ما نتعرض لمحاضر مجلس الإدارة مهم جدا نتكلم عن مصر وإزاي كان حالها في الوقت ده في مطلع القرن العشرين يعني سنة ألف وتصوير لأن تأسيس الأهلي ارتبط بحال مصر في الوقت ده زي ما كلنا عارفين إنه في مطلع القرن العشرين كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني من عام 1882 وكان عدد سكان مصر تقريبا حوالي 11 مليون وعدد سكان القاهرة كان أقل من 700 ألف وكانت القاهرة هي عاصمة النور في الشرق بتجذب كل الأجانب اللي وصل عددهم لحوالي 30 ألف شخص مصر في الوقت ده كانت بلد متعدد الثقافات بيمر عليها كل الجنسيات عربية وأوروبية وأفريقية فيه اللي بيجي من المغرب والجزائر وتونس ولبيا والسودان واللي راح يحج الحجات في الوقت ده كانوا بيسافروا إما ماشي على الأقدام أو على راحلة زي الجمل وفي كل مدينة كانوا بيعدوا عليها كانوا بيستريح ناس كتير قوي منهم كانوا بيستقروا في مصر وهم راجعين بعد أداء فريدة الحج وده ليه؟ لجمال مصر وحلوتها وحلوت أهلها في الوقت نفسه كان فيه شوام كتير قوي جم مصر زي مثلاً حبيب باشا السكاكيني صاحب قصر السكاكيني المشهور والأخوين سليم وسامعان سدناوي وفي الصحافة والفن والأدب والفكر كان فيه عبد الرحمن الكواتب ومحمد رشيد رضاو والأخوين سليم وبشارة أقلة اللي أسسوا صحيفة الأهرام وكان فيه جورجي سيدان اللي أسس دار الهلال وخليل مطران ونجيب الراحاني وبدي عمصابني وأسيا داغر وغيرهم كتير وكتير كمان كان فيه طالينة وجريك اللي هم اليونانيين كانوا في اسكندرية وبورسعيد في اسكندرية بحكم التجارة المستمرة مع إيطاليا واليونان وفي بورسعيد بعد افتتاح قرات سويس وكانوا بيشتغلوا كمرشدين للسفن وتقديم خدمات لوجستية زي الصيانة وتموين السفن باحتياجاتها وما ننساش إنه كان فيه برضو بقايا للمماليك اللي كانوا إما شركسة أو أرمن وكمان تركوة أو ألبان جمع محمد علي في مطلع القرن التسعتاش الخلفة دي كانت بداية نهضة حديثة في مختلف المجالات وكانت علاقتهم متدخلة جداً معانا كمصريين وشوية شوية تقدر تقول إنهم أصبحوا مصريين نقلوا كل حياتهم في مصر وجو مصر ومناخ مصر وأهل مصر فجروا عندهم ملكة الإبداع فبرجم الاحتلال الإنجليزي مصر كان الدولة تملك اقتصاد معقول بيقوم على زرعة القطن وتصديره وكان البصل هو المحصول التاني اللي بتعتمد عليه مصر في التصدير وكانت الصناعة يعني أمر سانوي يعني سنة 1902 كان حجم راس مال الشركات المساهمة اللي بتشتغل في مصر حوالي 45 مليون جنيه وده كان مبلغ ضخم جداً بمقاييس الوقت ده لكن ما كانش بيتجاوز نصيب الصناعة منه إلا 4 مليون جنيه 4 مليون من 45 مليون وكانت أهم الصناعات المصرية في الفترة دي الترابيش والسجاير وغزل القطن وتقطير السكر الصناعات دي كلها كانت كانت موجودة لكن على استحياء عشان كده وتقريباً من سنة 1900 ونتيجة لوجود الإنجليز في مصر بدأ رجال أعمال أوروبيين يوجهوا أنظرهم لمصر ليه؟ على المستوى الصناعي أرض بكر واقتصادها قوي ومعقول لكن المشاريع قليلها وجود احتلال إنجليزي كان بيضمن رؤوس أموال الأوروبيين عشان كده كان الاستثمار في مصر فرصة عظيمة قوي للمستثمرين وخلال شمس سنوات اتأسست 119 شركة برأس مال أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة اللي بيحصل ده نبه الوطنيين المصريين سواء كانوا سياسيين أو رجال اقتصاد ومن هنا بدأ رجالات مصر المخلصين التفكير في دخول مجال الصناعة وكمان مجال العمر المدني بقوة منهم اللي بدأ في تأسيس شركات للغزل والنسيج والجماعات الزراعية والنقابات وتأسيس جمعيات لرعاية الأطفال وتم تأسيس الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي وتأسست المدارس العامة وبدأت خطوات تأسيس بنك مصر وشركات مصرية للمحاجر والملاحة والزجاج والسياحة والطيران وبدأت نهضة مصرية كتيرة كانت مصر تحت حكم الخديوي عباس حلم التاني ومشاعر الغضب مالية صدور المصريين بسبب الاحتلال البريطان في الوقت ده بدأت الحركة الوطنية مع مصطفى كاري وكانت خطب الزعيم بتلهب المشاعر لا سيما بعد حدث طنشواي عام 1910 وكان مصطفى كامل بيوجه خطبه أجلب الأحيان لطلبة المدارس العليا بيحسهم ويخطبهم على مقاومة الجميع مصطفى كامل كان شايفهم زخيرة الحركة الوطنية حاضراً ومستقبلاً وفكر مصطفى كامل ورفاقه رجال الحزب الوطني في كيفية استثمار ورعاية الطلبة وأجمعوا على إن الحل هو إنشاء نادي للمدارس العليا بيجمع كل الطلبة دي في اتجاه تحقيق هدف واحد بدأ التفكير في إنشاء نادي في أكتوبر سنة 1905 وتشكلت لجنة تأسيسية وبدأت اللجنة في الاكتتاب لتوفير راس مال بناء النادي وقامت جريدة اللواء بنشر الفكرة وتأييدها ودعمها وأقيمت حفلات لجمع المال اللازم لتأسيسه اجتمعت أول جامعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة 8 ديسمبر سنة 1905 بإحدى قاعات مدرسة الطب ليه؟ لانتخاب مجلس إدارة الدنيا وأصفرت عمرية الانتخاب عن اختيار عمر بيك لطفي رئيسا للنادي وكان من أقرب أصدقاء مصطفى كامل وانتخب كمان اتنين أعضاء من خريجي كل مدرسة عليا وكان مقر نادي المدارس العليا بالمنزل رقم أربعة بشارع أصر النيل أريب من فندق صفواي القدم وافتتح يوم الخميس 5 إبريل سنة 1906 وطبعاً ألقى عمر بيك لطفي خطاب لافتتاح وأعقابه وزير المعارف وعزفت الموسيقى العسكرية وأعجب الجميع بالنادي ونظامه وأصبح نادي طلبة المدارس العليا هو العقل الوطني اللي تجمع حواليه أبطال الحركة الوطنية وكان ده سبب كافي قوي لدخوله في مراحل شد وجذب كتير قوي باعه وسلطات الاحتلال الانجليزي اللي فضل يصدر قرارات بإغلاق النادي ويفتتح مرة أخرى كان نادي طلبة المدارس العليا من أعظم مظاهر الحركة الوطنية وقتها فمن أفكار أعضاؤه اتأسست جماعية رعاية الأطفال واجتمعت فيه لجنة تأسيس الجامعة المصرية وتأسست مدارس الشعب وقام بالتدريس فيها كل أعضاء النادي وفيه نشأ مشروع النقابات الزراعية وتأسست حركة التعاونيات على يد رئيس النادي عمر بيك بلوكي ومن نادي طلبة المدارس العليا ظهرت فكرة إنشاء النادي الأهلي للرياضة البلدانية على يد عمر بيك بلوكي مين عمر بيك بلوكي؟ طب مين مؤسسه النادي الأهلي؟ لو ربنا أدينا أوداك العمر هنعرف في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة